بحث سمو الشيخ عمار بن حميد نعيمي ولي وعهد عجمان في استراحة سموه في مربط عجمان للخيول في منطقة الحلو مساء اليوم مع رئيس وزارة جمهورية اوغندا روهاكانا روغوندا الذي يزور البلاد حاليا سبل تعزيز التعاون الثنائي والعلاقة بين الجانبين في المجالة الاستثمارية والتجارية والاقتصادية وغيرها والعمل على تطويرها واشد سمو الشيخ عمار بن حميد نعيمي خلال اللقاء بزيارة رئيس وزارة اوغندا لامارة عجمان وبعلاقات الصداقة التي تربط دولة الامارات بجمهورية اوغندا وعرب عن امله في ان تسهم الزيارة في تسجيع رجال العمال والمستثمرين في البلدين على تبادل الخبرات ويقامة المشروعات